موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم وحييكم في برنامجه على هي السر المكنون طبعا نجل لكم بكتاب ثاني ومؤلف جديد كتاب هذا ولفه من 1998 للكاتب روبين غيرين اسم الكتاب 48 قانون للقوة فكالمغتات الكتاب هذا أكتر من لغات أكتر من 100 لغات من كتر ما هو يعني مهم الكتاب هذا واليوم طبعا معكم ومفتكم روغاية أنقاري إن شاء الله قولها باللغة الأربية الدارجية التشعادية 48 قانون دا يا أخواني يعني ناس واعدين دا قانون دا سيبا نورولوك إن دا فوغا شوية قانون دا شوية قوي واعدين دا فوغا خباسا وإن دا فوغا خصاصا فعشان كده ما تقروا بعدين يعني ما لرغة يتقروا كلام دا ما مني أنا دا من الكتاب فهناس واعدين دا أصلا ما يفهموا إلا بأسلوب حقهم كأن حاولت أنت تبقى ما محترم تردهم يعني بطريقة احترامية يعني الحديثكم بينكم بشيء المفهوم وزي كده ناس واعدين ما يفهموا طريق دا إلا إنتي كمان تقوم تستخدم نفس الطريق الهو قاي آمي لك فوق دا بعد كده إيش تقدرو تتفقو يفهموا بتفهموا فدا في باقي من الكوانين دا هين بردو في موجود القانون رغم واحد يقول لنا شنو لا تحاول أبدا أن تتفوق على سيدك يعني مثال دا شنو مثال دا يعني قال باترونك اللي انت تتخدم نصودك واترون على راسك صح والله ما تحاول أن تظهر مهاراتك تحاول انت تلبس أخر منا تحاول انت تعرف خمام كتير أحسن منا مش اللي هو يخدتك في راسك نادم دا ما لغا يخدت راسك في راسي نادم دا ما لك دا فقا يدبر لك كمين واي لا يمركك نخدم دا فأشان كده انت في باكن خديما نادم ما باترونك دا لازم ترسبكته لازم تقول يعني أمره تا زي كده لازم تسما كلامه فأحسسك أنه هو يعني رئيس عليك دا قانون الأول القانون رغم اثنين لا تدا السقة الكبيرة في الأصدقاء وفعلا رفقان وادين دا ما تآمنهم كالبلهين رفيقك الانتطوري يعني رفيقك المرة واي القميتو في كاركي سوا ولكن قريتو سوا أنكنه أكتر نادم يأرفع أشيرك فأشان كده قالوا يعني رفيق دا ما ما تدي كونفيانسك الزيادة بالهين كالتخليه يعرف منك أشياء ممكن شيء ممكن يخجلك شيء ممكن يعني كان خالط الشيء بس يلقى تريقا لهو يأيرك فوقه أو يمرقى أشيركو الأول سوا وكان تدور تساي شيء واحد بردو ما تخلي يعرف وكان إيري فوقت مؤخر كله كما قدر وقفاك في شيء اللي انتي ماشي فوقه دا يعني قال أبسط حاجة ممكن يحصيدا فأشان كده ما تخطو سيكا كبير في الرفقان القانون رقم تلاتة قال أخفي نواياك يعني نية شغلة انتي تدور تساوي دا ما توري أي نادم ما توري رفيقي ولا أخوي ولا أختي ولا أبوي ولا أمي طبعا الأم والأبو دولا أكتر ناس يدوروا لك الخير منك آخر كما فيه فأشان كده أي شيء انتي دور تساوي في حياتك دا خليك إيش فمك دا قفلة وأدانك دا دايما تخلي واي فأشان كده يعني لو إذا جيت تساوي شيء وحجيت فوق دا الشيء دا ما قيبك لك وده كتير أن كنت جربته كله فانتبهوا القانون رقم أربعة يقول تحدث دايما بالأقل من اللازم يعني ناس وعننا مثلا كم قادوا في مجال ولا زي كده كلامهم دا إلا كثير ويحجوا في السمي في الهوان يحجوا يحجوا يعني يحسبوا نفسهم دا كيه هما بس يعرفوا يحجوا وهم بس الكلام المسموئة وهم بس يعني يجوبوا كلامات كويسة وشيسي كده فدائما قل كان حجيت كتير دا ففي النهائي دا تجيت لخبة تتوري كلام خذت فده عشان كده قلل من الهيجة الكتير اللي انت كان قايف وصد ناس وكانت حجبا قال خلي كلامه بدشية ومفهوق وكلام إن دمانه وأحيانا كلام يكون مبهام يعني نادم الزكي قبل يقدر أفهم كلام دا قد ذا أخير نجوا في كانون رقم خمسة أعتمد بشكل كبير على السمعة السمعة دا يعطو ما يدور السمعة ويكون أديل فقال السمعة دا قد ما تقدر يعني ما تلطخ السمعة دا السمعة دا دائما نحافظ هوقا يعني ما تسيخوا موما الماء أديل ما تمشي بقانها الماء أديل قال ممكن فعل انت قد تمارسها فعل دا ما أديل ما سميك من المحرمات أو شي زي كده فما تخلي نادم يقرب لك شي ان شاء ام باكر ام بكرة فلندا 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 معدي فلندا شرف حقي كيكي فلندا كيكي فلندا كيكي فلندا كيكي فلندا كيكي فأشان كده بها دا ايما نخلي السمعة نادا زي حجر الزاوية تعرفوا حجر الزاوية دا يعني المشة مكة ان شاء الله ربنا يزوركم مكة كلكو الحجر الزاوية هذا طبعا لو شرف ولو سمعة كل ما انت مشت في بيان اي نادم يتمنى يمشي في باكندا واي نادم انت لسمعتك كويسرة اي نادم بيحاول انه يقرب ماذا اي نادم بيحاول انه يكون رفيقك وشي زي كده طبعا انسان مشهور بالسمعة القانون رقم ستة الفت الانتباه بأي ثمن ممكن الفت الانتباه بأي ثمن ممكن دا يعني معناته في ناس وعدين دا بيكون هما يقعدوا في وسط الناس ولكن المظهر حقهم لباسهم ما مش الاخرين يعني دائما تلاقيه مثلا يعني لباسه دا مكرر دائما لدى الناس ما ينسك في الالوان وما ينسك مثلا في الملابس نفسها ما تعرفوه كلاسيكي ما تعرفوه رسمي ما تعرفوه كاجوال ما تعرفوه بلدي ما عندو تنسيك فالنادم دا دا من يبان من شخصيته يعني من مظهره قالو قال اظهر كمثل اظهر بألوان زاهية وكون مثل الميجناتيس اللي يجذب الناس حوله يعني دايما نخليك كده ما شاء الله اللي يشوفه مظهرك لا يقول عليه يعني ما تمشي تلخبط كده ولا كده فهو هذا القانون رقم الستة نجه في قانون رقم السبعة اجعل اخرين هما يقومون بأمل لك واجعل الفضل يعود لك يعني دا دايما يعني قانون دا مش عندو فوق شوية خصاصة اجعل الاخرين يعملون لك دا دا مثلا انت مش تحجي مع نادي رفيكس الزميل في الامل ناس زي كده بتسأله سؤال خير مباشر انت قد تفتش معلومات تدور تزيده فيها ناندا خلاص عشان كده تسأل سؤال خير مباشر هو ممكن يقول يتحجي يفلت كده ايو انا كده كده او اسأله عن شي واحد بس هو يكمل عليك الباقي انت هنا شلت منا معلومة انت تدوره مشازت فيها ناق فانت نجحت فت يعني مشاز شوية وناس يقولوا انه دا الشي دا انت يعني بجهدك انت لما انت وصلت لشيال انت وصلت فوق واركي انت اخذ كل معلومات من هنا من هنا من هنا من هنا دا مشت فوق دا قانون رقم سبعة دا نجو في قانون رقم تمانية اجعل الاخرين هم من يعتون لك واستخدم طعما اذا لزم الامر يعني مثلا كان نادم يعني نادم قال انت تحالفت مع وتدوره مثلا سائدك او شي زي كده او نادم انت قبل كده سويل له خيره كده كان ناديته لو قلت له تعال ساعدني نجو نسوه مش اللاق لي يلقى طريقه يزوخ منك هنا ولا هنا فعشان كده اقربه واريلي نادم دا انا ترا اندي شوخل مش المشل دا ندور نسوي لكن دور نادم نادم دا كسوالي شوخل دا او مش اجابه كده ندي شي بمش الله قال اظهر لهم الفائدة ولا تظهر لهم ايش جانب الامتنان تبت تتمنى عليه عشان انت قبل كده سويت له شي زي كده فده ما تظهر له القانون رقم تسعة لا يكون فوزك بالفعل ولا بالقول يعني داما انت كان تدور مسا فينا سوالين اندي قد يجادله في الكلام انا سويت انا من دور نسوي وقام بعدين نسوي دا ونشيلة دا ونروح وجيت وندور نمشي بكانل كده كده تقود وطالقان هاده مواي ممكن هو معرض في كلامنا تقود تجادله انتو الاثنين قال المجادلة هاده في النهاي انت لحت تخسر لانه ما تعرف ناس وعدين دا قلوبهم دا ممكن يشلك ما تعرفه بعدين واشان كده ما تجاد الكتير كا اندك كلام واضح يعني اظهر دايما ايش بشي انت تسويت تظهر الفعل اللي انت فعلته ما تقول لك 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 انت اصلا ما صويت ولا شيء القانون رقم عشرة العدوى العدوى دا قال تجنب التعيس الحز ناس تجنب التعيس الحز ناس الوادين القاية يهجوا بالسلبيات حياتهم دا كله السلبي من جيت والله حياتهم سلبي اي شي تغررت هالنسو كده اه 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 دا ما كده وده ما سعلك وده يقفل اليك الموضوع على طول كان هو طيب انت مثلا نادم دا يكون رفيقك اخوك اختك نادم خيرك تدور تسائدا من الحالة دا اللي هو فغرة فهو يقفل اليك من كل ناحية حتى كان جيبت له انت فكرة على طول تلقى رده على طول سلبي ماهو ايجابي دا ما يبقى دا ما يقفل اليك على طول نادما مش اللقه بعد عنه ولا تقدر تصلحه وفي نفسها دولة قال انت ما تجي تساعد انت ساعدك تبقى مردان في الحقيقة يعني يعني السلبية حقه دا ينتقى اليك انت انت حتكون حزين عشان هو حزين انت حتكون زالمي عشان هو ما حقك ما سوى دا ما قاعد بس كلام كلام ونادما زي كده خلي ما كده يحسدك كمان اصلا كان انت سويت ولا كده يحسدك وكان قا حجلوك يعني بشي كده يقوم يوري انا زاتك اول ندورني سيك يعني نفس كلامك دا اللي انت مسلا شي سويته يوري انا زات عارفة نادم داك اصلا اه الافضل الافضل ان ايش ما تقوري لو ما اراتك ولا تقوري انت سويت ولا تقوري انت مشايت وكده كملنا عشرة قانون واستنوا القوانين البارية باذن الله تعالى اصلا ممتع رح جميع اصلا اصلا شكرا